ومن بارس ينضم إلينا دكتور رامي الخليفة العلي باحث في الفلسفة السياسية في جامعة بارس أهلا بك معنا دكتور بداية تصعيد تركي بإقامة نقاط عسكرية والدفع بتعزيزات عسكرية بعد سيطرة قوات الحكومة السورية على عشرات البلدات والقرى إلى أي مدى ستذهب تركيا في الشمال السوري؟ أهلا بك ليال تحية لك ولمشاهديك الكرام باعتقادي ليس إلى الحد الذي تدخل فيه في مواجهة مع الجانب الروسي حقيقة استمعنا إلى كثير من التهديدات على لسان الرئيس التركي رجل طيب أردوغان خلال ربما السنوات الماضية لذلك لا يمكن أن نأخذها كلها على محمل الجد دعينا نشير على سبيل المثال اليوم وفي حديثه أمام كتلته البرلمانية ذكر بأنه لا يمكن أن يسمح لأي طيران معادي للتحليق فوق إدلب ولكن ذلك يعني مواجهة مباشرة مع الجانب الروسي طالما أن هناك طائرات روسية تحلق في أجواء إدلب وبالتالي لا أعتقد أن تركيا معنية بالدخول في مواجهة مع الجانب الروسي هذه نقطة النقطة الثانية الحقيقة التصريحات التركية لا تتناسب مع المجريات التي تجري على أرض الميدان كما ذكرت التقرير فإن قوات النظام السوري تقدمت إلى خان العسل وقبل عدة أيام كان خان السبل كذلك السيطرة على سراقب والسيطرة على معرة النعمان والآن السيطرة على الطريق M5 وهو الطريق الواصل ما بين حلب ودمشق وبالتالي كل هذه التطورات الميدانية تشير إلى أن قوات النظام السوري تتقدم لا شك بأن الجانب التركي لا يريد سيطرة كاملة لقوات النظام على محافظة إدلب لأن ذلك يعني نزوح عدد كبير من المدنيين وذلك سوف يسبب أزمة سوف تكون تركيا مسؤولة إلى حد كبير عنها طالما أن النازحين يذهبون إلى الحدود التركية السورية وباعتقادي أن هناك محاولة الآن لفرض أوراق على الطاولة منها وجود عدد كبير من الأليات التركية عدد كبير منها عناصر الجيش التركي لفرض شروط للتفاوض مع الجانب الروسي لكن باعتقادي في نهاية المطاف الحل سوف يكون بتفاهم ما بين تركيا وروسيا نعم بوتين وأردوغان بحثات تطورات بإدلب واليوم المبعوث الأمريكي إلى سوريا يلتقي بمسؤولين أتراك إلى أين ستفضي مباحثات الأطراف برأيك؟ باعتقادي بأن الآن هناك محاولة فرض أوراق على الطاولة من أجل الدخول في مفاوضات مع الجانب الروسي إلى الآن تركيا مصمم على التمسك باتفاق سويتشي بالرغم من أنها لم تنفذ نقطتين وبنتين أساسيين ليال من هذا الاتفاق الأول وهو التأمين التنقل في الممرات البرية المهمة F4 و F5 ثانيا القضاء على الجماعات الإرهابية أو الجماعات الراديكالية وعلى رأسها جبهة النصرة وكل الأمرين لم تلتزم بهم تركيا وبالتالي من هنا يبدو أن هناك مشروعية للعملية العسكرية التي تجري الآن وعلى الأقل هذا هو التصور الروسي باعتقادي بأن أي اتفاق مقبل ما بين موسكو وأنقرة سوف يؤدي إلى فتح الطرق البرية وإلى القضاء على التنظيمات الإرهابية ما دون ذلك لا أعتقد أن هناك إمكانية لاستمرار الوضع القائم حاليا طبعا كل هذا الصراع الإقليمي والدولي الموجود الآن على الأرض في محافظة إدلب يدفع ثمنه أعداد كبيرة من المدنيين والنازحين ومآسي الحقيقة على المستوى الإنساني شكرا دكتور رامي الخليفة العلي باحث في الفلسفة السياسية في جامعة بارس كنت معنا مباشرة